واجبة فيها كفتة وسيبيا مقلية وجنباري مشوي وشربة سيفود بالبلح والجنباري انما طعمها ايه حكاية او بلح بحر برضو بزيته لموم طحينة سنجاري رز عيش برضو فيها كبورية احيانا بص 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 يا سلام الله عايز تقولي ايه يا عمر ده عايز اقولي ان الحكاية حلوة نبدأها يلا بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليقات نحط لايك للفيديو وتعالوا نعمل الوجبة دية ونشوف هتطلع عاملة ازاي اول حاجة معايا كبورية نيتي كبيرة اربع دان جنباري فريش بلح هنعمله برضو بزيته لمون على الجريلا والسنجاري التدبيلة بتاعته المميزة بتتعامل بطريقة حلوة هنحط شوية صوس وشوية خلطة احنا عايزين نعرف يا شيف رضا السنجاري ده بيتعامل ازاي هقول لحضراتكم الفيديو ان شاء الله حينزل طريقة السنجاري وطريقة التدبيلة وطريقة الصوس كله في فيديو واحد ان شاء الله هنتكلم عنه قريب بس النهاردة بناخد الوجبة الحلوة دية نشوف هنطلعها ازاي الخلطة مع الصوس مع التدبيلة وندخل البورية الفرن ونروح على الجريلا شوية زيت هننزل الجنبري جنب منه البلح وهنشوي اهو معاه الكابرياية ممكن نشوي الكابرياية برضو على شبكة او بشوية خلطة كده في صانية ما بياخدش سوى البلح ولا الجنبري على طول كده بنقلبه وبعد كده هنحط التدبيلة وان شاء الله برضو تدبيلة الجنبري والحاجات دي بازن الله انت طروح هتنزل قريب طبعا حطينا الخلطة بعد التدبيلة البلح بالزيت ولمون هنديله شوية زيت ولمون دلوقتي اهو تحبيشة بتاعتنا الحلوة وده الصوس اللي بنحطه المميز للجنبري هنروح بقى للبورية ونبص عليها ونشوف شكلها عامل ازاي الله هو ده اللون الايه المطلوب بص كده المنظر الطماطم خدت لون بالشكل ده عجيبني قوي نديلها برضو نكمل سواها كده على الشواء البوري بقى يا جماعة ومقدراك يا مالبوري السمكة استوت هنغرف على الطبق ونشوف الشكل النهائي عامل ازاي وجبة بتحتوي على عناصر مميزة ومفيدة جدا زي الكابوريا وفوائدها الحلوة الجنبري طبعا ومش عايز كلام بلح البحر مفيد شربة السفود والله زمان يا شف رضا فين الشربة السفود بتاعت زمان الحلوة اللي بتتعامل بالمكونات البلد الجميلة هو ده الطبق بتاعنا اللي حتشوفوه وان شاء الله طريقة الشربة السفود الحلوة الطائمة حننزلها لكم بطريقتنا الخاصة المميزة اللي فيها اسرار لاول مرة حتشوفوها في فيديو الشربة السفود لما ينزل والطحينة برضو برضو فيديو الطحينة بإذن الله بدعوكم كده للاشتراك في القناة عملوا متابعة ويا ريت تفعلوا الجرس للكل عشان لما ينزل الفيديو يجي لكم اشعار وحتشوفو احلى واجمل شربة السفود واحلى واجمل طحينة تقدروا تعملها في البيت بكل سهولة بص 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 كده اهو روز الصيادية اللمون العيش المميز الكفتة حاجات جميلة حلوة وطريقة الشربة السفود لما الفيديو ينزل ان شاء الله بإذن الفيديو ده هيعجبكم اول انتظروه ما تنسوناش بقى كده بلايك وتعليق حلو ولول ايه رأيكم اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته